مباراة منتظرة وكمة منتظرة في نهاية كاس مصر بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي والأول مرة في تاريخ البطولة يتلعب النهاية برا مصر وأول مرة يتلعب في السعودية في الرياض هنشوف كمة منتظرة ومباراة قوية مش بس علشان الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي اللي بيلعبوا في المباراة النهائية كمان علشان المتعة اللي هنشوفها في أرض الملعب في الرياض بشكل عام متعة كبيرة بالتنظيم اللي موجود وبالملاعب وبالشكل الاحتفال الجميل اللي موجود في الرياض فهنشوف متعة إضافية غير متعة الكورة وغير المتعة في الملعب هنشوف متعة خاصة بالاحتفالات وبأرض الملعب والمدرجات اللي هكون ممتلئة اللي في أول ساعة تذاكر خلصت للفرقتين فهنشوف ملعب ممتلئ عن آخره وكمان فيه يعني جواز قوية في النسخة دي من البطولة ويعني جواز أقوى من أي بطولة مصرية سابقة كان من المفترض أن الفرقتين اللي هشاركوا اللي هو الأهلي والزمالك كل فرقة هتحصل على مئة ألف دولار لكل فريق شفنا جواز إضافية مقدمة من المملكة العربية السعودية اللي بنوجه لهم كل الشكر والتحية على حبهم للكرة المصرية وللمصريين بشكل عام شفنا فيه يعني جواز إضافية كتير الفريق اللي هيفوز من الأهلي والزمالك هيحصل على تسعمائة وخمسين ألف دولار تسعمائة وخمسين ألف دولار مقسمة مئة ألف دولار مشاركة وثلثمائة وخمسين ألف دولار مكافئة الفوز وعليهم خمسمائة ألف دولار جائزة إضافية مقدمة من بوسم الرياض ومن المملكة العربية السعودية والمستشار تركيا إلى شيخ دي جائزة الفريق اللي هيكسب الفريق اللي هيخسر هيحصل على مئة ألف دولار مقسمة مئة ألف دولار المشاركة ومئة وخمسين ألف دولار جائزة إضافية للفريق الخسر يعني الفرقتين الزمالك والأهلي ضمنوا أن هم هيحصلوا على جائزة مالية كبيرة في هذه المباراة وفي هذه البطولة نتكلم عن الفرقتين بشكل عام في كاس مصر أنت بتتكلم أن الأهلي والزمالك أكتر فرقتين طبعا حصلوا على البطولة من ساعة ما تم إنشاءها في 1921 أو النسخة 1922 الزمالك حصل عليها وآخر النسخة اللي هي نسخة 2022 الأهلي حصل عليها الأهلي حصل على اللقب 38 مرة 16 مرة كان الوصيف في كاس مصر والزمالك حصل على اللقب 28 مرة و13 مرة كان الوصيف وفي مرتين كان يعني اللقب تم منحه بالمشاركة بين الأهلي والزمالك في مرتين من الثمانية وتلاتين اللي الأهلي خدهم الزمالك مشارك فيه مع الأهلي كانت يعني نسختين كده اللقب في النهائي الدول الفرقتين ونفس الكلام الزمالك 28 لقب فيه منهم لقبين مشاركة مع الأهلي في 1943 1958 كان برضو اللقب بالمشاركة بين الزمالك والأهلي دول اللقبين اللي يعني الفرقتين خدوهم مع بعض 58 و43 على مستوى تنظيم الماتش وعلى مستوى الأجواء والبس التلفزيوني والكلام ده كله وبتتكلم في 44 كاميرا هيغطوا المباراة النهائية منهم 28 كاميرا داخل الملعب وطقم إخراج أسباني هيخرج مباراة الكمة والمباراة النهائية ده الطقم الأسباني اللي أخرج المباراة النهائية في كاس العالم الأخير في 2022 كمان الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة فيه التحليل في المطش ده. فيعني آآ هيبقى فيه متعة كمان على مستوى الاستوديو التحليلي. آآ بتتكلم في التذاكرة المطش كلها اللي حوالي يعني تلاتين الف تذكرة تلاتين الف مشجع خلصوا بالكامل في اول دقيقة آآ من اصدار التذاكر واول ما تم اتحت التذاكر بتكلم في في دقيقة وشوية تلاتين الف آآ مشجع وتلاتين الف آآ تذكرة التذاكرة بالكامل الملعب هيكون ممتلع عن اخيره. مملكة العربية السعودية رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركة الاشيخ قال ان المباراة دي الغرض منها تقوية العلاقات ما بين مصر والسعودية فنتمنى ان دايما تكون العلاقة قويمة بين المملكة العربية السعودية وآآ جمهورية مصر العربية ويكونوا دايما في خير وكل العرب يكونوا في خير بازن الله. الحاجة اللي كان نفسي تكون موجودة ويعني ما عنديش معلومة هي موجودة ولا لأ او في كلام عليها ولا لأ كنت اتمنى ان يتم تخصيص جزء من التذاكر في المباراة دي لأهلنا في آآ فلسطين الحبيبة حتى لو جزء صغير آآ يطلع من العوائد المادية او عوائد البسة او الاعلانات او اي مصدر من مصادر الفلوس اللي هتبقى آآ طالعة من المباراة دي سواء تذاكر او بسة او اعلانات كنت اتمنى انه يتم الاعلان ان جزء من التذاكر دي او جزء من العوائد دي آآ يروح لأهلنا في فلسطين ويروح دعم لأهلنا في فلسطين سواء آآ يعني آآ دعم آآ طبي او حتى دعم غزائي فكنت اتمنى ان الفكرة دي تكون موجودة من المباراة طبعا آآ مباراة قوية الاهلي والزمالك عملوا صفقات آآ مهمة في الفترة الاخيرة وتحديد ان الزمالك العمل آآ آآ حداشر صفقة فرقة كاملة الاهلي ما عملش صفقات كتير جاب بس آآ حمود الزنفالي من الدخلية عارة علشان يعود اصابة الشناوي يكون موجود يعني مع مصطفى شوبير وجابه عمر كمان عبدالواحد وسام ابو علي ناحية التانية الزمالك جاب حداشر لاعب منهم صفقات قوية جدا عبدالله سعيد ناصر ماهر احمد حمدي واسماء كتير حدسوا على حرج فالصفقات هنا وهنا هيشاركوا في المباراة دي فهنشوف مباراة قوية زمالك عندهم دي فن جديد كوزي جوميز كولر موجود مع الاهلي وحقق انجازات وبطلاق كتير في الفترة الاخيرة آآ على مستوى المباراة الاهلي لسه كسبان في الدوري البلدية خمسة والزمالك لسه كسبان ابو سليم الليبي في الجزائر آآ اتنين وصعد خلاص لدور التمانية في الكمفدرالية كمتصدر لمجموعته والاهلي تصدر مجموعته صعب برضو في دوري الابطال دوري ابطال الافريقية خلاص آآ تأهل لدور التمانية في دوري الابطال الوضع الفني مستقر للفرقتين على مستوى الافريقي آآ كل فرقة منهم آآ اتصعدت كأول مجموعتها وفي مستوى الدوري الزمالك آآ في الدوري كان آآ متعدل مع الاسماعيلي في اسماعيلية والاهلي كان كسبان البلدية في الكاهرة خمسة والزمالك كمان آآ لسه عنده ماتشاط قبل آآ مباراة آآ نهاية كاس والاهلي عنده ماتشاط قبل نهاية كاس في الدوري فالفرقتين فنين ماشيين كويس وزي جوميز وكولر او المواجهة ما بين الاثنين كولر قبل كده واجه الزمالك في السوبر وفي الكاس وكسب الزمالك في البطولتين آآ بتتكلم ان جوزي جوميز لسه يعني آآ دي تعتبر رابع او خمس مباراة لي مع الزمالك آآ لكنه في المباراة اللي فاتت كان ماشي بشكل كويس وقدرها بشكل كويس فهتبقى مباراة قوية مواجهة قوية ما بين البرتغالي جوزي جوميز والسويسري مارس الكولر الاهلي اخيرا لقى مهاجم يعني آآ يريح الاهلي فترة اللي جاية من قصة آآ عايزين مهاجم جديد ومودست آآ مش افضل حاجة وآآ كهرباء كان بيتوظف كراس حربة هو مش راس حربة وسام ابو علي قدم مباراة ولا اروع قدام بلدية المحلة في اول مشاركة ليه في الدوري المصري لعب تلاتة وستين دقيقة جاب هدفين وعمل اربع تزددات على المرمى ومحاولتين على المرمى فرستين آآ لمسكور احداشر مرة وآآ يعني آآ قدم مباراة قوية واحرز هدفين وقدم اوراق اعتماده كمهاجم للنادي الاهلي في الفترة القادمة بعد المباراة القوية اللي قدمها قدام بلدية المحلة في الدوري مسام ابو علي خلاص بقى يعني رسل حربة الاساسي للنادي الاهلي وبنسبة يعني نسبة تتخطى الخمسة وتسعين في المائة هيكون هو المهاجم الاساسي للاهلي في آآ نهاء كاس قدام الزمالك الزمالك عبدالله السعيد لسه مندمكش مع الفرقة ناصر ماهر من اول مباراة نزل فيها قدم مباراة قوية قدام الاسماعيلي نزل حوالي ربع ساعة قلب الدنيا وفرق كتير مع الزمالك ونقل كرة الزمالك في الحتة الهجومية بشكل افضل كتير وكان حلقة الوصل ما بين خطوط الزمالك فناصر ماهر هيفرق كتير مع الزمالك لو شارك اساسي في آآ النهائي وفي مباراة الكمة احمد حمدي لو لعب كمان هيبقى عنده دوافع قوية انه يلعب قدام نادي السابق نادي الاهلي فيبقى عنده دوافع قوية ومباراة مهمة بالنسبة لحمد حمدي فآآ عبدالله السعيد ناصر ماهر احمد حمدي التلاتة دول هايبقى ليهم دور مهم في المباراة والاهلي زي مايونا وسام ابو علي وكمان عمر كمال هيبقى ليه دور مهم لاعب عمر كمال كعمال ساك مكان عبد المنعم لما تصاب وطلع لكنه في في مباراة آآ الانهائي اعتقد انه ممكن يلعب كباكيمين وممكن يلعب جناح كمان عنده اكتر من حاجة ممكن يلعب فيها واكتر من مكان ممكن يشارك فيه وممكن ورا نشوف رامي ربيع وياسر ابراهيم ده فيما يتعلق بالاهل اخيرا المباراة هتكون ممتعة في جميع الاجواء سواء استوديو تحليلي سواء بس تلفزيوني من تكلفة 44 كاميرا والستوديو تحليلي 4 ساعات موجود في جزيه مورينيو وستوديو مشترك ما بين قناتين من اكبر القنات في الوطن العربي فكمان تعليق متحد شلبي في الماتش فيعني غير ارض الملعب يعني الجمال اللي موجود في ارض الملعب اللي شفناه في المباريات السابقة في موسم الرياض حضور جماهيري اللي استادها يكون متأفل الملعب هيكون متأفل 30 الف مشجع للفرقتين فيعني كل الاجواء مهيئة ان احنا نشوف مباراة قوية اتمنى ان الفرقتين مش بس فنيا يكونوا مركزين عشان نستمتع بالكرة كمان اتمنى ما يكونش فيه اي خروج عن النص من اي طرف من الطرفين سواء لعيبة سواء مشجعين سواء مدربين اجهزة فنية اتمنى ان الشكل يكون مشرف فيما يتعلق بكرة القدم ده شيء وفيما يتعلق بالاخلاق والادب على مستوى الاسماء وعلى مستوى اللعيبة وعلى مستوى الاجهزة الفنية والجمهور اللي هيكون موجود نتمنى ان كل حاجة تكون جميلة واتمنى ان احنا نستمتع بالمباراة دي وتكون مباراة قمة قوية ومباراة تقليق باسم الكرة المصرية ويعني تكون سبب في ان العلاقات تكون اقوى ما بين مصر والسعودية